عظام مجلس النواب الآن نقرأ أسماء المرشحون يبدو أن المشهد السياسي في العراق يشهد تغيرات مثيرة فدخول طرفي حزب الدعوة في اجتماعات ومفاوضات يثير قلق الأوساط السياسية العراقية الأخرى من احتكار الحزب لمنصب رئاسة الوزراء لدورة انتخابية أخرى بعد أن احتكره على مدى الخمسة عشر السنة المنصريمة حيث عقدت قيادة ومجلس شورى الحزب اجتماعا مشتركا بكامل أعضائها مساء الخميس ناقشا فيه الظروف والملابسات التي تعترض توحيد وجهات النظر كما تدارسا التطورات السياسية في العراق والمنطقة وسير المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة وخلص الاجتماع بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب حزب الدعوة بأنه تم التأكيد أن على الحكومة الجديدة أن تنهض بمسؤولية محاربة الفساد المالي والإداري والسياسي والمتابعة الجادة لملفات الفساد ضمن الأطر القانونية ووضع الأليات اللازمة التشريعية والتنفيذية لإنجاز هذه المهمة بشكل سريع مشددا على الالتزام بالصياغ والتوقيتات الدستورية في انتخاب المناصب العليا وتشكيل الحكومة وأكدت على ذلك المرجعية الدينية العليا وأضاف أن حزب الدعوة رأى أن تكون الحكومة الجديدة حكومة منفتحة على كافة الكتل السياسية والمكونات الراغبة في المشاركة في تشكيل حكومة شراكة وطنية بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وأردف البيان أن الاجتماع أكد على قرار مجلس شورى الحزب في السعي المتواصل لتوحيد الكتلتين ائتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي ودولة القانون الذي يتزعمه نور المالكي وذلك لتفعيل دورهما ومواقفهما الموحدة في العملية السياسية في كافة مفاصلها السياسية وتشريعية والتنفيذية